اهلا بكم عزيزان ومشاهدين وحلقة جديدة ومساء جديد مساء الورد عليكم مساء الفل عليكم مساء كل حاجة حلوة في الدنيا زي ما عودناكم في نور والحياة هنجب لكم حلقة موضوعات كتير قوي وزي ما عودناكم في كل حلقة نجب لكم التميز والابداع دايما لكن في الحلقة دي الحقيقة مختلفة جدا وهي تقريبا استكمالا لحلقات قبل كده مش جديدة او مش موضوع جديد علينا استكمالا لحلقات قبل كده هنتكلم في حول إنسان لقينا حول إنسان طبعا بيهم كل مواطن وبيهم كل إنسان موجود في الدولة وزي ما حضراتكم عارفين طبعا لما تكلمنا عن حاجات كتير في حالات الفاتت وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما عمل للناس حاجات كتير في مشاريع دقمة وعمل مدن جديدة وعمل كباري وطرق ومشاء الله يعني بجد كل حد يطلب منه حاجة ما بيتأخرش رئيس المصرين كلهم ما بيتأخرش عن حد وعلشان كده هنتكلم عن حول إنسان وأهم من كل ده مؤسسة الحقيقة بتتبنى حول إنسان بتتبنى حول إنساني زي اتوزد زي ما قلنا المرة الفاتت بردو بتتبنى حول إنسان بكل تفاصيلها بصراحة مؤسسة جميلة يعني مؤسسة مصرية الوطنية للتنمية حول إنسان وهيكلمنا طبعا عن كل دو أكتر سيادة المستشار بكر أحمد الجولين رئيس المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية حول إنسان أهلا بيك يا ستاة المستشارة من أولين تاني مرة وعب المرات كتيرة طبعا ربنا يخليك أهلا بيك قولينا بقى المؤسسة ومقدمة عنها شان السياد المشاهدين طبعا ما تابعناش بالأول اللي تابعونا قولينا مقدمة عنها تخضر أهلا بيك وبالسادة المشاهدين اللي فعلا أنا يعني باحترم كل بنا آدم يقدر بلده ويعرف قدر بلده هي حقوق الإنسان احنا كنا كان السبب الأساسي ان احنا عملنا هذه المؤسسة هو محاولة توضيح حقوق الإنسان يمكن بعض الناس بتفهم حقوق الإنسان بشكل مختلف شوية لكن احنا بنقول احنا دورنا كمؤسسة حقوق الإنسان دورنا الأساسي هو دعم ومسندة مؤسسات الدولة والمشاركة في التنمية لأن أنا كمؤسسة ان ما كانش يبقى دوري مكمل لكل مسؤول تنفيذي في هذا البلد مكمل لدور الرئيس مكمل لدور القوات المسلحة مكمل لدور الشرطة دورنا ان احنا نحافظ على الامن والامان في البلد حقوق الإنسان النهاردة حضرتك يمكن مصر تعرضت لهاجمة شالسة من بعض منظمات المجتمع المدني او حقوق الإنسان خارج مصر وخاصة البيان الغير سوي اللي صدر من الاتحاد الاوروبي بنتكلم عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وانا قلت الحلقة اللي فاتت وابو سر وبعيدها النهاردة اتمنى من الاجهزة المسؤولة ان تنظم لقاء بيننا كمؤسسة حقوق الإنسان وطنية المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية على حقوق الإنسان وبين اي جهة حقوقية او تتحدث او تتشدق بحقوق الإنسان داخل خارج مصر يجي يعدوا معنا يجيب لنا مستند يقول ان هناك انتهاك لحقوق الإنسان واحنا لدينا من الادلة الحقيقية ما يرد على هذه الافتراءات اللي بتوجه ضد مصر وانا بقول ان هذا اللي بيوجه ضد مصر النهاردة لان مصر ما يحدث فيها النهاردة يا أستاذة لم يحدث من أيام محمد علي النهاردة اللي موجودة اللي عاوز انا نفسي نطلع حضارية غير مسبوعة للطلبة في الجمعة وللشباب في الجمعة وفي الأماكن اللي بيجمع فيها الشباب الناس تعرف ايه اللي بيحصل في البلد اللي بيحصل في البلد النهاردة بقول لحضاتك لم يحدث من تاريخ انشاء مصر من طرق من كباري من مصانع من شركات واخطر حاجة اللي يمكن بعض الناس مش واخدة بالها منها الخطوة الجميلة اللي الرئيس ربنا يحميها عملها وهي توطين الصناعات داخل مصر اني انا النهاردة مش كل اللي انا عايزه استورده كل الرئيس ما بيشوف حاجة فيها مشكلة هاتوها ووطنوها كمنتج اخر حاجة الادوية اللي بدأ يوطنها الصناعات السقيرة اللي بدأ يوطنها انا النهاردة بدأ ما يبقى صبع تحت درس حد لا النهاردة مصر اصبحت مظر للتصنيع والتصدير لكثير من الدول حقول انسان او استاذا مش حقي كمواطن ان راح اسم او كلمة اللغة دي انتهت وانهم يلعبوا علينا ان هناك انتهت ده اسلوب لو يدراع ما يحدث في مصر النهاردة كل مواطن بيتمتح بحقوقه كاملة مدام لا يرفع يده في يجه الدولة انا بقول وبأصر انه لا حقوق لاي مواطن يرفع يده في وجه الدولة بالكلمة او بالسلاح انت لك رأي اقعد مع المسؤول التنفيذي ونقشه لكن ما تكتبش وتهيم بلدك احنا النهاردة حضرتك لو ما عندناش حكومة قوية وعندنا جيش قوي كنا نقدر ناخد الخطوات الاستباقية اللي مصر النهاردة بتقود العالم التالت كله مصر النهاردة العالم كله بيبصلها وبيبصل الرئيس عبدالفتاح السيسي ربنا يحميه انه رائد من رواد الحركة العالمية النهاردة ما حدث فيه فلسطين وما حدث فيه غزة والخطوة الاستباقية للرئيس السادات عملها وانه قدم خمسمائة مليار لاعادة تعمير فلسطين او اعادة تعمير وبعد ما كنا بنقول ده بيجلنا الارهابين لا ده احنا مصريين احنا جوه غزة وهذا فكر سابق لاي فكر ممكن يتقال النهاردة الجيش المصري والمعدات المصرية على حدودنا انتهت حتة الارهاب انه ممكن الارهاب يتسلل داخل مصر لان احنا معداتنا كلها جوه فلسطين لو شفت المنزر حضرتك ودخول المعدات داخل غزة عدى تشرف بصراحة وهم داخلين ورفعين اعلى مصر والشعب الغزاوة او الشعب الفلسطيني بيستقبل المعدات المصرية ده معناها بيقولهم احنا هم المصريين هم اللي نقلوا الكسورة عننا لا هي دي مصر ده جزء من اللي انا عايز اقول لكن انا عايز اقول ان احنا كمؤسسة ليس دورنا الرد على الافتراءات وما يحدث ضد مصر فقط ولكن احنا لنا دور تنموي مع المواطن داخل المحافظات احنا عندنا حضرتك فروح فيه فرع للمؤسسة في السويس فيه في اسكندرية فيه في الغربية فيه في المينيا فيه الشرقية فيه في دومياط في برسعيد ناس بتشتغل احنا بنعتبر نفسنا خدمين للمواطن بنقول احنا معنا كوادر وقيادات على اعلى مستوى وعندي النهاردة مجموعة من الاعضاء من المؤسسة عندنا ستة نواب من اعضاء المؤسسة اعضاء في مجلس النواب لولا ان هؤلاء الناس على قدر من الثقافة والعلم والوطنية ما كانتش الدولة رشحتهم واخدتهم في مجلس النواب اذا هي مؤسسة تنوية مؤسسة وطنية واسمحيلي ان انا اعرض يعني جزء بسيط مما قدمته المؤسسة خلال الفترة اه نشاط المؤسسة في الفترة القادمة في الفترة البسيطة اللي عدت انا عايز اقول لحضرتك اللي اتعامل في فترة بسيطة يمكن احنا في شهر رمضان بس الوحده موزعين حضرتك كنا بنوزع يوميا من خمسين لستين واجبة كاملة للأسر الاولى بالرعاية واجبات اغذية كاملة موزعين 110 كرتونة خلال شهر رمضان موزعين طن بطاطس عملنا 330 ملاية للقطاع التوبي سلمنا جزء منهم لمدرية التضامن الاجتماعي واللي حاجة اسمحيلي ان انا اشيد باختي فاضلة دكتورة مهل حفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في الاسماعيلية منوجه لها التحية طبعا انا بوجه لها شكر وتقدير لانها بتساند كل عمل حقيقي للدولة بنوجه شكر لسيادة اللواء محافظ الاسماعيلية اللواء الشريف بشارة لان فعلا معنا الصور يا شباب معلش معنا الصور بس يعني بيدعم صور مؤسسة وفعاليات المؤسسة واحنا فيه تعاون بيننا وبين القطاع الطبي في الاسماعيلية يمكن احنا كنا عملنا حفلة من حوالي شهر وحضر معنا قيادات الجيش التاني والاجهزة التنفيذية قرمنا اثر شهداء الاطباء والتمريد وكان اول حد يعمل هذا الموقف ان احنا جبنا شهداء التمريد وشهداء الاطباء قرمنا اثرهم بشكل يليق بيهم في وجود الاجهزة التنفيذية قدمنا حضرتك 50 لحاف فيه تعاون برضو بيننا وبين مؤسسة مصر الخير بتتعاون معنا ان اي حاجات دعم بتنزل للمواطنين مصر الخير بتقدمها من خلال مؤسسات مجتمعية او من خلال قنوات شرعية عشان تضمن انها تصل الى المواطن اللي هو فعلا في احتياجه هذه صورة جاهزة معنا حضرتك ممكن تشرح بعض صور دي مع مين احنا كنا في زيارة للعاصمة الادارية وكان ده سيادة اللواء مدير العلاقات العامة في العاصمة الادارية والتقينا برضو بالسيد اللواء احمد عبدين رئيس مجلس ادارة العاصمة الادارية وكررناهم لان هذا الرجل له تاريخ مشرف كان محافظ لدميات وانا دايما بامانة انا بحترم كل من يرتدي هذه البدلة يعني الشرف ان اي حد يتعامل مع قائد او مسؤول في موقع تنفيذي ابن القوات المسلحة لان القوات المسلحة حاليا بتشيل عبء التنمية داخل مصر فانا ببقى سعيد جدا جزء من التكريمات برضو ده كان تكريم ليه كنا زيارة العاصمة ده خدنا قيادات ومجموعة عدد كبير من المؤسسة وروحنا عشان نشوف العاصمة الادارية عشان ننقل المواطن في مؤتمراتنا ولقاطنا ما يتم ما يتم في العاصمة الادارية ده قيادات الجيش التاني كنا بنكرم أسر الشهداء وكان معنا اللي هو طريق هلال ده قائد مدفعية الجيش التاني راجل كان جاي مندوب عن قائد الجيش الحقيقي اللي هو نبيل حسب الله ده الأستاذة فيه بفوزي اللي هي وكيل مجلس الشيوخ وأحد قيادات المؤسسة والده هو أحمد شعيب برضو كان فيه زيارة للمؤسسة لأنه كنا بنعرض عليهم ده اللي هو أحمد عبدين وده كان محافظ كفر الشيخ وحاليا رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية راجل قمة قمة في علم الإدارة والوطنية وابن القوات المسلحة فراجل شخصية جميلة لما روحنا للحقية استقبلنا أحسن استقبال وشرحونا ده السيد النائب رمضان إمام عدو مجلس الشورى هذا الرجل عدو مجلس الشورى نجح احنا نسميينه ابن الشارع الرجل ده نجح بأصوات أعلى أصوات على مستوى الجمهورية وحملته الانتخابية لم تتكلف مليم واحد ده في أحد مؤمراتنا كنا بنكرم أسر الشهداء ومعنا النائبة السازة فيه بفوز الحق من الشخصيات اللي أتمنى أن يكون كل نواب مجلس الشعب بفكر هذه السيدة وحرق كنت قلت لي كرمته زوجة الشهيد أحمد منسي المدام منار وهي أختنا مقيمة معنا في اسماعيلية وبتعمل في هيئة قناة السويس احنا كرمنا كل الشهداء تقريبا اللي موجودين في محافظة اسماعيلية ودويرها لأن احنا نزلنا إعلان وجبنا البيانات من القوات المسلحة والشرطة وكرمنا كل الشهداء لأن حضرتك مهما عملت من تكريم هذا التكريم لا يسوي قطر الدم واحدة من أي شهيد أنا دايما بحط نفسي أو إحنا كمؤسسة مكان الأخت أو الست اللي جزء توفى أو اللي ابنها توفى مش عايز أقولك بنبقى دي إيه يعني سعدة أما بتيجي أسرة الشهيد عندنا وتمشي من عندنا سعيدة وممتنة بنبقى ديه فرحانين إن إحنا حطينا البسمة وإحنا بننهج نهج السيد الرئيس الحقيقة اللي هو دايما يقول يعني إحنا شعبنا محتاج من يحنوا عليه المواطن المصري حضرتك أما بتحصل أزمة بتلاقي البلد في شكل غير اللي الناس بتتكلم فيه بتلاقي البلد كلها صف واحد خلف القيادة بتاعت إحنا عملنا حضرتك كنا عاملين أم مثالية اخترنا ثلاث أمهات مثاليات وكانوا من أسر الشهداء ودينا لهم أجهزة كهربية محترمة كانت تقديرا ليهم واخترنا أم مثالية من أسر الشهداء عملنا حضرتك عشر معارض ملابس في أكثر من قرية عملنا حضرتك معارض ملابس في دومياط عملنا في السويس عملنا في ساحة القوات المسلحة عملنا في عزبة اسمها القرائم في اسماعيلية وفي قرية أبو عطوة وفي قرية ورتل وعملنا في قرية الحجاز كانت 850 قطعة ملابس جديدة طب حضرتك دول بتوزعوهم عن طريق حد إحنا حضرتك بنجمع إحنا المؤسسة لا تتلقى وبنرفض تماما استلام أي تبرعات عينية تمام عشان نبعد نفسنا عن شبهة أي فلوس لكن بيجيب مواطن عاوز تبرع نقول له والله هتبرع بيه ملابس تمام هات الملابس بيجيب الملابس وبياخد إيصال من المؤسسة نتبرع بكذا وبنتفق على قرية من القرى أو الأماكن اللي هي الأولى بالرعاية بنسبة التوزيع ده معانا أعضاء المؤسسة سيدات أنا عندي مجموعة من السيدات في المؤسسة مش عايز أقول لحاجة كلهم وقيادات المؤسسة ومجلس إدارة المؤسسة وأنا بوجه لهم من خلال هذا البرنامج كل تقدير واحترام لأعضاء المؤسسة على مستوى الجمهورية وخاصة في اسماعيلية بنتجمع وبناخد الحاجات اللي في عربية ونروح المكان اللي احنا اتفقنا عليه بيبقى أهل المنطقة منتظرنا بنفرش الحاجة وتخش كل أسرة تاخد اللي هي عايزاه وممنوع التصوير حضرتك ما نزلناش مرة صورة لا حد بياخد كارتونة ولا واحد بياخد لحايف ولا واحد بياخد بطا ممنوع لأن أنا جاي هذا الرجل أنا بجبر خطره ما ينفحش أقول للناس أنا أديت له فلام كذا فإحنا أممكن نصور الحاجة اللي احنا بنوزحها وبننزلها على صفحاتنا لكن ممنوع حد مثلا يصورت بكارتونة زي ما بنشوف كده في التلفزيون أمر مرفوض تماما أن أنت تهيني بنا آدم أنا بتديره لازم ياخد حاجته بعزة وكرامة طبعا إحنا حتى الوجبات أما بتجينا أنا معي مجموعة من المؤسسة السادتي اللي هو محمود ماهر والدكتور سعيد بدري والأستاذ جهان فؤاد وحضرها كنت بتكلمني برضو قبل الهوى حضرتك وإحنا جوه قبل الهوى بتقول لي فيه أستاذ حنان تقريبا بتوزع أو بتوزع المحافظات في كل محافظة فرع وهي لسه النهاردة بتكلمني على التلفون راحل للسوق الجملة بتجيب خضار وحاجات مذهبة رعبية وبتنزل توزعها على الأهالي إحنا معظم الحالات اللي إحنا بنوزع لها ما بنجيبش حد عندنا مؤسسة إحنا بننزل بعربياتنا أنا وتميلي بنفسكه بننزل بنفسنا عندنا حضرتك سجل وعندنا قاعدة بيانات فلان في الحتة الفلانية وتلفونه فلان في الحتة الفلانية وتلفونه بنتواصل معاه وننزل لغاية بيته وندهوله مش مهم يعرفنا إحنا مين المهم إن إحنا نوصل الحاجة اللي إحنا عوازين نوصلها هي دي الرسالة إن إنت حضرتك تدي للمواطن بعزة وكرامة ما حسش إن مواطن يمكن كثير من اللي إحنا أدنا لهم ما يعرفوناش أنا يهمني النتيجة إيه النتيجة إن أنا جبرت خطر مواطن أو أدت لمواطن حاجة مش كل المؤسسات بتعمل كده يا فندم إحنا كنا عاملين معرض ملابس الأسبوع اللي فات ومن جمعة اللي فات كان فيه أكتر من اتنون طن ملابس في قرية اسمها قرية النصر في الأنطرة وكان حضر معنا قيادات رئيس يعني أنا بشكره على الهوى اللي هو أحمد شعيب رئيس مركز ومدينة الأنطرة والنائب بتاعه والزملة كلهم الناس قديه كانت فرحانة قديه إحنا بنمشي من المكان بنتعب آه لكن قديه بنمشي من المكان وإحنا سعدة إن إحنا قدرنا نجبر خطر حد أو إن إحنا قدرنا نراضي بنا آدم وده الرسالة اللي المفروض كل واحد يعملها ده الرسالة اللي الرئيس طالبها الرئيس مش طالب إن إحنا ننزل بيانات الرئيس طالب إن إحنا نكمل الحلقات اللي هو بيعمل حضرتك بتعملي كذا وأنا بعمل كذا كل واحد من خلال دوره كل واحد من خلال مكانه اشتغل انتج بلدنا مش محتاجة إن إحنا نتكلم بقدر ما محتاجة إن إحنا نعمل مش عاوز أقول لحضرتك إحنا يمكن أنا بهدي برضو قبل منسع عشان الحلقة اللي فاتنا قدراش نقول أنا بهدي من المؤسسة المصرية لحضرتك عشر فساتين مجاناً لأي عروسة إحنا عندنا برنامج عاملينه نقولها لو تكتب على استرابة لو إحنا أي عروسة بتتقدم لنا عندنا فساتين إحنا وزعنا 23 فستان ل23 عروسة وعملنا فرح جماعي في اسكندرية من سنتين كان فيها عشرين عريش وعروسة عملنا لهم فرح جماعي مجاناً نادي مجناناً للميقى بالبدلة الفستان كله مجاناً أنا بقدم لأقدمت عشر فساتين لإزاعة القناة وعشر فساتين لتلفزيون القناة خدته أنا ناسي اسمها حالياً خدت الأستاذة أحد المزاعات أختنا لحبيبتنا وأنا برضو بمناسبة وجودي أنا بقدم للبرنامج نقول لأستاذ المشاهدين بس يا فانتم نستسمحك لأستاذ المشاهدين بس إحنا موجود معانا من خلال سيادة المستشار طبعاً من خلال المؤسسة المصرية وتنميح والإنسان موجود معانا هدية لأستاذ المشاهدين عشر فساتين زفاف عشر فساتين زفاف لأي عروسة للي هيتوصل مع أرقام سيادة المستشار أنا بزيع الرقم هوط على الهواء 012 00 43 357 دول عشر فساتين مجانة للبرنامج بتاع حضرتك وبالإضافة إلى هذا أي عروسة تتصل بينا يعني لو هيتتصل بحضرتك أو من خلال الرقم هيحصل على فستان من العشرة هيأخذ الفستان ولو هو من دائرة الإسماعيلية ولو من دائرة الإسماعيلية إحنا معانا بعض الزاملات في المؤسسة عندهم سنتر تنميل كوفير فإحنا والكلام ده إحنا عملناها أكتر من 12-13 مرة العروسة بتيجي تاخد الفستان وبتروح الكوفير تعمل الميكوب مجانا والطرحة بتوفر لها حوالي 5-6 ألف جنيه فأنا أي حد من دائرة الإسماعيلية وإحنا بعثنا فستين السويس وبعثنا فستين لأستاذ رشاد سيام رئيس قطاع المؤسسة في دميات بعثنا له والأستاذ صابر أبو دوقة في السويس بعثنا له 10 فستين ده اللي هيوزعه للمحتاج أو كده اللي بيتقدم لهم يعني اللي بيتواصل بيقول له أنا عاوز فستان تعالي يا بنت إيس الفستان بتبقى فيه سيدة من المؤسسة معها بتإيس الفستان وتروح تعمل الميكوب كمان مجانا وبنروح نحضر فرحها وبنشاركها فرحها بتميقى حاجة جميلة وقادي بتحس بمطعة إن انت بتسعدي بنا قادة طبعا فرحة الإنسان دي ما تتقدرش بمال بصراحة وأنا يمكن حتى الأخت حنان برضو اللي هي معانا في مبابا أنا بعتلها عشر فستان برضو وزعتهم للأسر اللي هي محتاجة أنا مش بقول يعني إحنا قلنا نبدأ بالأيتام لا أنا فتحتها قلت لهم أي عروسة أي كانت لأن أنا عارف تكلفة الزواج للشباب والأولاد والبنات عالية أي عروسة تتجوز فستانها على سيات المستشاف تجن أنا عندي حاليا في المؤسسة في اسماعيلية عندي حوالي تلاتين فستان وهبعت لحضرتك عشر فستان أي حد يتواصل مع البرنامج أو يتواصل معايا يجي لنا ياخد الفستان ولو يحتاج إن إحنا نجيبهوله لغاية عنده هنودهوله عشان ما نكلفش المأس حاجة بسيطة بنشكر المؤسسة على الهوى والله بنخليك إحنا عملنا حضرتك دورات تنمية بشرية كانت دورة بيحضر فيها مجموعة من القيادات الخطيرة للقيادات الجميلة دورة كانت معتمدة من التضامن الاجتماعي ومعتمدة من القوى العاملة وبعض الناس خدت الدورة دي وفتحت بها مراكز إرشاد أسري كان بيحضر فيها اللواء محمود خليفة المستشار عسكري الجامعة الدول العربية سيد الدكتور كمال شاروبيم ده رئيس المجالة الرئاسية من خاصة المخافصة ده أهلية دكتور حسن يوسق كلهم دكتور خالد منصور الدكتور براهيم فارس الدكتور سعيد بدر المستشار ياسر سعيد هو حاليا وكيل وزارة القوى العاملة في إسكندرية كان عندنا في إسماعيلية كلها قيادات قوامات كبيرة وعظيمة والشهادة كانت معتمدة عملنا دورة مع مجلس الوحدة الاقتصادية في جامعة الدول العربية برضو مشهادات معتمدة بنحاول ننمي الفكر وتعديل الفكر بالنسبة لحقوق الإنسان لأن اللي بياخد دورة ده أنا مش بأهله أنه ياخد دورة أددله شهادة أنا بأددله الدورة عشان هو يطلع يدي دورات للآخرين وينقل فكر البلد مطلوب أنه نصحح الأفقار للناس اللي بتقول الرئيس بابن كبري ليه وبيعمل مباني وبيعمل خرصانات احنا بنقولك هو بيعمل ليه فبنعمل لقاءاته وبنعمل دوراته ويمكن كان فيه لقاء بيني وبين أستاذ محترم وكيل كلية وكيل جمع القناة السويس الدكتور محمد شقيدت واتفقنا أنه هنعمل دورات في الجمعة للشرح للشباب رغم من دور الجمعة دور عظيم الحقيقة وأيمان بدور كبير والدكتور أحمد زاكي والنواب اللي معاه لكن هيبقى فيه تنصيق ما بيننا وما بين الجمعة لشرح مفهوم هوي الإنسان وشرح المشروعات القومية اللي هي موجودة في البلد حاليا عشان الشباب يعرف أنا قبل ما أقعد على ما أخش على الهواء كان معايا مجموعة شباب بقوله أنت لابس قمس مقطع ليه قال لي موضة قلت له إيه تو بتنقله عن الغرب الأسوأ انقل على الغرب العلم الثقافة انقل الحاجة اللي تفيد بلدك عن الغرب مش تنقل قصة شعرك وتنقل بانطلوم مقطع وشب شب مش عارف إيه انقل عن الغرب الثقافة اللي تفيد بلدك الحقيقة الشباب اللي كنت قاعد معهم يعني حسيت أنهم استوعبوا وكانوا صعدة نظر حضرتك حضرت اللي طائع احنا الحقيقة كمان كمؤسسة كان لنا شرف ان احنا كن لنا الإشراف على الانتخابات الرئاسية والإشراف عن انتخابات البرلمانية اه دور المؤسسة في الانتخابات في الداخل والخير احنا بنشرف حاليا لنا دور وبيبقانا يعني كان عندي حوالي 98 زميل من الزملة متابع للإشراف عن انتخابات البرلمانية وقابلها انتخابات الرئيس وقابلها انتخابات الدستور وقابلها الاستفتاءات بنشرف على الانتخابات لأن الدولة نفسها عاوزة تعمق المفهوم الديمقراطي في العمل تب سريعا دور المؤسسة في المرحلة القادمة عشان فاضل دقيقة بس و هنختم المرحلة القادمة ان شاء الله احنا عندنا مشروعات كتير بنجهزها برضو دور تموي احنا لنا دور حاليا مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة اي شاب او اي فتاة بتتقدم لنا للحصول على مشروع من مشروعات الدولة احنا لنا اتصال برئيس جهاز المشروعات التنمية وبنحضر معاه وبنجهز دورة ومسترداته تبعش كلمة اخيرة بقى سياتي المستشارة تقولها بس لكسنا مشاهدين من خلال المؤسسة كلمة اللي انا عايز اقولها حبوا بلدنا نحب بلدنا لو حبينا بلدنا وكل واحد حاس ان بلده دي لازم تبقى في السماء وان نشتغل كل واحد في مكانه هتبقى مصر اعظم احلى ختام انا بنقل تحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كلنا بنقل تحية وبقوله يا رئيس احنا كحقوق انسان في ظهرك وارجو ان يتم التنصيق للقاء مع مؤسسات حقوق الانسان اللي بتحاول تشوش سمرة مصر واحنا قادرين بالمستندات ان احنا نرد عليها نشكرك ربنا يخليك نشكرك حركنا وارتنا ربنا يخليك كان معانا للأسف وقتنا خلص وحلقتنا خلص كان معانا سيادة المستشار بكر احمد جولايند رئيس المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الانسان نشكرك معزي المشاهدين وتابعونا في حلقات تانية وبرضو هنجيب المؤسسة في حلقات تانية وما زالت هديانا برضو متوقفتش لكو هديانا مجيلة المرة دا ما زالت هديانا موجودة وتابعونا في حلقات تانية ونور الحياة ونور قاسم وإلى اللقاء